اشتركوا في القناة ايضا الخاص بمنافسة الابكار الفطامين انطلاقة موفقة وسليمة تمناها للجميع مباشرة الى المقدمة والى المركز الاول وتابع المقدمة هذه هي مرضية علي بن محمد بن سلطان العويسي على مقدمة هذا الشوط بينما يليها في المركز الثاني حلوى لسالب بن علي بن سلطان السلطان السلطان سبوسي بينما في المركز الثالث هذه تغدمت هزر عبدالله بن مطرد بشميل الاكتيبي بينما اللي انطلقت في المركز الرائع هذه هي الشاهنية هزاع بن عبيد بن ركاض العليلي بينما في المركز الخاص هذه تغدمت سعيد بن راشد بن دغيش من تحتل المركز الخامس هكذا هي النتيجة والندال الخمسة المراكز الاولى ولكن نعود نعود الى مرضية مرضية اللي منطلقة على الصدارة على المقدمة الاولى بشعار علي بن محمد بن سلطان العويسي ما شاء الله بينما اللي طلقت وتغدمت هزر عبدالله بن مطر من شبيل اللي اكتيبي على المركز الثاني بينما في المركز الثالث اللي تغدمت حلوى سالم بن علي بن سلطان السبوس يلا ثلاثية المعركة الثلاثية بدأت اللوامر هنا مع اقترابنا من لافتة الميتين متر الاخيرة الامتار الاخيرة وبين شميل ينطلق بن شميل يسير مع هزر عبدالله بن مطر بن شميل اللي اكتيبي سلو بن شميل سلام النقطة الثانية تضاف لهذا الشعار في هذا الصباح لحظة وصولها الى قط النهاية بينما وصلت في المركز الثاني ريمة خميس بن مصبح بن بدر العليلي والمركز الثالث المركز الثالث عطرة من خلال تواجدي هذا الشوط وانطلاقته اللي هي ايضا حلوة لسالة بن علي بن سلطان السبوسي هكذا النتيجة للثلاثة المراكز الأولى التوقيت الزمني دقيقتين وارمعة عشر ثانية تهانينا لأيضا عبدالله بن مطر بن شميل اللي اكتيبي تهانينا للجميع التوقيت اشتركوا في القناة جمل لسالة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة